اشتركوا في القناة سمعنا أرجو نسمع لكلمة الله الرب يسوع بيتكلم هنا بيسترسل في حديثه بيقول لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم الذي يؤمن به لا يدان والذي لا يؤمن به قد دين لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد وهذه هي الدينونة إن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لأن لا توبخ أعماله وأما من يفعل الحق فيقبل إلى النور لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة آمين حباي في الجزئة اللي قرناها دي من إنجيل يوحن صحح ثلاثة فيها بيعلن الرب إن مجيء الأول كان لخلاص البشرية مش لدينونتهم وطبعاً إحنا بنعرف أنه في مجيء التاني رب المجد يسوع هيكون للدينونة والقضاء للملك الدينونة والقضاء لمن رفض عرض النعمة الغنية المقدمة ليه في موت المسيح الكفاري وقيمته من أجلنا لحظوا معايا حاجة مهمة حبايب الرب ألحى في آية 18 الذي يؤمن به لا يدان والذي لا يؤمن قد دينة لأنه لم يؤمن باسم ابن الله وإننا بنشوف أن الإنسان مسبقاً محكوم عليه وقع تحت حكم الخطيئة والموت والعصيان وبالتالي حكم الله بالدينونة ده بيفكرنا بقول الكتاب حسب رمية 6.23 إن أجرة الخطيئة هي موت أما هبط الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا بنشوف أن الإنسان لما بيحاول يتخلص من مخاوفه أو من الشعور بالظلمة اللي عايش فيها تلاقي بيحاول يعمل شوية أعمال صالحة كده ويقنع نفسه أنها الأعمال دي هتخلصه من الشعور بالذنب والألأ من جهة مصيره الأبدي لكن بنعرف وبنشوف من الآيات دي إن الله وحده هو الذي يقدر أن يخلصنا من الشيء الوحيد اللي لازم فعلا كلنا نخاف منه اللي هو الدينون الأبدية مش أعمالنا الصالحة مش تطيب الخاطر اللي احنا بنحاول نمشي بيحالنا الله نفسه هو اللي بيخلصنا عن طريق خلاص المسيح وعمله الحقيقة أننا فعلا نقدر نحط ثقتنا في الله لما نعترف لي بخطيانا وبعجزنا وبعجز مجهودتنا عن أننا نخلص أنفسنا وبحب أن نوه كمان عن أنه إن كلمة الذي يؤمن به لا يدان دي مهمة كمان الذي يؤمن به لا يدان اللي قالها الرب هنا بتشير إلى الوضع الشخص اللي وضع الوضع ثقته بالكامل من كل قلبه في كفاية عمل المسيح الكفارية لأجلنا واللي لا يؤمن به قد دين تتكلم عن اللي بيرفضه وبيتجاهله زي ما قلنا بعدم اكتراث وبشكل مستمر كنمط حياة مش بس بعض الشكوك الوقتية لكن ده خط ماشي فيه خط الرفض اللي نعمة الله وأنه عايز يشوف له سكة تانية بعيدة عن المسيح وكفارته اللي أم بها على الصليب من أجلنا والآيات اللي بعدها من آية 19 الـ 21 بتشوف أنه بيعلن الرب حاجة في منتهى الأهمية عن النور اللي بيقدموا بالمقارنة مع الظلمة اللي موجودة في العالم وبنلاحظ أن إجمالاً الناس مش بتحب بتتعرض حياتها للنور المقدس لأنهم خايفين من اللي هيكشفوا النور لو يعلنوا النور هيفضح الحاجات اللي موجودة في العتمة مش كده؟ لأنهم مش عايزين يتغيروا مش عايزين حاجة تفضح أعمالهم الشريرة اللي بيعملوها في العتمة عشان كده أحباك ما نستغربش لما نشوف الناس حوالينا بيشعروا بعدم الارتياح وأحياناً بالتهديد لما يشوفوا رغبتك في طاعة الله أنك عايز تعمل الصح عايز تسلك في النور عايز تمشي دغري والناس عايزين حواليك يمشوا في سكك ملتوية عارفين أنه النور حياتك هيفضح أعمالهم المظلمة والالتواء اللي فيهم والغش في الختام عايزة أشجع نفسي وأشجع كل حد بيسمعني أنه مش مفروض نيئس أو نشعر بالإحباط لأن الناس اللي حوالينا بيرفضوا أحياناً مش بس بيرفضوا بسبب طبيعتهم الصخطة اللي بتحب الظلمة طبيعتهم اللي بتمنعهم عن قبول المسيح لكن بيقول الكتاب أن الشيطان كمان واللي بيسميه إله هذا الظهر قد أعمى أعمى أذهان غير المؤمنين لألا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو سورة الله كورونتو ستاني أصحح أربعة هنا بنشوف أنه إبليس كأنه حاطت عصابة يعني غمامة على عنين الناس عشان يفضل قافل عليهم وحبسهم في الظلام تحت نفوذ وسيطرة مملكة الظلمة عشان بتنفتحش عليهم مملكة النور اللي ملكها المسيح اللي قال عن نفسه أنا هو نور العالم أرجو أخويا وأختي أنك ما تحبطش بل واصل الصلاة من أجل الناس اللي بتكلمهم حواليك عن عمل المسيح اللي بتتكلم معهم عشان يشوفوا أن الحياة في النور أفضل من الحياة في الظلمة ربنا ساعدنا وشجعنا أنه ما نيقاش زي ما إحنا يمكن معظمنا ما تجاوبناش مع الرسالة من أول مرة طولنا وكان علينا يمكن عمى روحي وغمامة إلى حد ما لكن جاء وقت معين الرب فتح قلوبنا وشال العمل روحي ده وقبلنا الحق والحق غيرنا وحررنا فخلينا نطول بالنا على بعض وعلى الناس اللي حوالينا ونفضل نظهر ليهم محبة المسيح ونكلمهم الحق وهيجي وقت هيقبلوا الحق والحق هيحررهم زي ما حررنا ولإلهنا كل المجد إلى الأبد آمين ربنا يبركو